اولادي وبناتي طلبوا الطالبات الصف الخامس الابتدائي اهلا بكم النهاردة هنكمل مع بعض باقي خصائص الغلاف المائي اللي كنا بتديناها في الفيديو اللي فات. في الفيديو اللي فات عرفت ان المية بتاعتي اللي بتغطي سطح الارض او الغلاف المائي عبارة عن مية عزبة ومية ملحة. مية عزبة حوالي تلاتة في المية والمية الملحة حوالي سبعة وتسعين في المية. طب بما اني عندي مية عزبة ومية ملحة. فانا عندي حاجة اسمها انظمة بيئية مائية. مدام قلت نظام بيئي مائي يبقى انا هتكلم عن بيت كامل بكل مكونات. ويعني مش هتكلم بس عن المية لأ. انا هتكلم عن بيئة مائية. يبقى هتكلم عن مية. والنظام كله يعني كمان هتكلم عن الكائنات الحية اللي عايشة في النظام البيئي ده في المية دي. طيب. انا عندي مية ملحة ومية عزبة. يبقى الانظمة البيئية المائية بتاعتي اللي بتمثل التفاعل ما بين الغلاف المائي والحيوي. مية وعايش فيها كائنات حية. يبقى تفاعل ما بين غلاف مائي وغلاف حيوي. هقسمها لنوعين. انظمة بيئية للمياه الملحة وانظمة بيئية للمياه العزبة يعني يا انظمة بيئية للمياه الملحة يعني مية ملحة وعايش فيها كائنات حية. انظمة بيئية للمياه العزبة يعني مية عزبة وعايش فيها كائنات حية. يعني تفاعل بين الغلاف المائي والغلاف الحيوي. طيب الكائنات الحية اللي عايشة في المية دي لازم تقدر تتكيف مع خصائص كل بيئة من دول. تتكيف مع المية العزبة او المية الملحة على حسب المية اللي هي عيشة فيها. عشان تقدر تعمل ايه? تقدر تعيش. عشان خاطر البقاء من ايه? من اجل او البقاء على قيد الحياة. تمام يا ولاد? طيب. تعال نشوف مع بعض اول حاجة الانظمة البيئية للمياه المالحة. احنا عارفين ان المياه المالحة بتغطي جزء كبير جدا من سطح الارض. لان احنا قلنا دي نسبتها حوالي سبعة وتسعين في المية تقريبا. طيب. قلنا المياه المالحة دي هي موجودة في صور كتير جدا زي ايه? اول حاجة في المناطق الضحلة. المناطق الضحلة دي يعني ايه? يعني اللي هي مش عميقة قوي. ودي بتتمثل في اماكن معينة في المحيطات هنقولها. عندي كمان المناطق شديدة العمق. يعني اللي هي غويطة جدا. وعندي البحيرات المالحة لان احنا قلنا البحيرات في منها مالحة وفي منها عزبة. طيب. نشوف المناطق الضحلة. دي مناطق موجودة في المحيطات او البحار. وبتكون قريبة من سطح الماء. يعني ممكن بسهولة ضوء الشمس يوصل للقاع بتاعها اصلها مش عميقة قوي. مش غويطة قوي. دي الجزء من المحيط اللي بيكون قريب من سطح الايه? الارض. زي المناطق اللي فيها شعاب مورجانية. بصوا شايفين ضوء الشمس واصل للقاع بتاعت الارض ازاي بتاعت البحر او المحيط بتاعي. وفي كمان مناطق المد والجزر. يعني ايه مناطق مد وجزر? دي مناطق هتكون موجودة على طول الشاطئ. على الحرف كده بتاع الشاطئ بتاع المحيط او البحر. لما بتكون المية منسبها يعني مرتفعة في على الحرف او على الشاطئ هتغطي للارض بتاعتي. فده اسمه مد. يبقى المد معناه ارتفاع منسوب المية. يعني المية بتاعتي عليت فغطت الحتة دي من الارض. بصوا كده زي ما انتم شايفين في الصورة شايفين المية بتتحرك. فعليت غطت جزء من الارض. جت بعد كده حصل لها انحصار. نزلت منسوبها انخفض منسوبها فرجع سطح الارض الزهر تاني. يبقى دي اسمها جزر. يبقى يعني مناطق المد والجزر هي المناطق اللي موجودة على طول الشاطئ بتاع البحر او المحيط. وبتكون في حالة المد يعني في حالة ارتفاع منسوب المية بتبقى متغطية تماما بالماء. طب وفي حالة الجزر يعني الجزر يعني انحصار الماء بتظهر الارض بتاعتي. عشان كده بنسميها مناطق ضحلة. طيب المناطق شديدة العمقة بقى يعني عميقة يعني غويطة. دي مناطق غويطة يعني مش هيقدر يوصل لها ضوء الشمس. مش هيقدر يوصل ليه? اصلها تحت خالص. زي البحار والمحيطات الاماكن العميقة اللي موجودة في البحار والمحيطات. طيب. البحر او المحيط احنا قلنا ماشي. ده مسطح مائي كبير جدا وميته ملحة. البحر والمحيط المية بتاعته بتتميز كمان ان هي جارية. يعني بتتحرك. يعني الرياح بتقدر ان هي تخلي المية دي تتحرك في صورة امواج. والامواج دي هي وهي ماشية. شايفيني الموج بتاع البحر ده. فتيجي تخبط في الشط بتاعها تصطدم بالايه? بالشاطئ. طيب. مية المحيط كمان بتتميز بحاجة اسمها طيارات المحيط. يعني ايه طيارات المحيط? يعني المحيط ده ميته بتتحرك وبتدور حوالين العالم كله في مصار محدد وفي نمط محدد. لدرجة ان العلماء يقدروا يتنبقوا بالاتجاه اللي هيمشي فيه الطيارات دي هي. زي ما انتم شايفيني الاسهم اللي مشي قدامكم دي دي حركة المية بتاعت الطيارات اللي موجودة في المحيط. والطيارات دي هي بتتأثر بعوامل كتير جدا جدا زي الرياح زي درجة الحرارة. والعلماء بيقدروا انهم يتنبقوا باتجاهها. ودي خاصية من خصائص المياه بتاعة المحيط. اللي ليها او بتدور حوالين العالم في انماط يعني بطريقة او في اتجاه معين اسمها طيارات المحيط. طيب احنا قلنا احنا بنتكلم عن مية بس. لا احنا بنتكلم عن نظام بيئي يعني تفاعل ما بين المية وما بين كائنات حية ما بين غلاف مائي وغلاف حيوي. طب ايه يا الكائنات الحية اللي عايشة في البحار والمحيطات. الحيتان والدلافين. نجم البحر. وعجب البحر اللي هي الاعشاب اللي موجودة في البحر. والسمك المفالطح اللي هو عريض كده زي سمك موسى. كل دي كائنات عايشة في البحار وفي المحيطات. طيب بما ان البحار والمحيطات دي نظام بيئي كبير جدا. انتو بتشوفوا المحيط ده مساحته كبيرة جدا جدا جدا. فاقدر ان انا اقسمه لانظمة بيئية اصغر. يعني لبيئات كتيرة جدا. اقدر اقول مسلا هنا مكان عايش فيه اه الشعب المرجانية. يعني ده نظام بيئي. و مكان تاني مسلا بيكتر فيه كائنات من نوع معين. فاقدر اقسم البيئة البحرية بتاعتي للعديد من الانظمة البيئية الاصغر. طيب نيجي بعد كده لرقم تلاتة البحيرات المالحة. احنا قلنا كده المياه الضحلة والعميقة. نيجي بالبحيرات الايه? المالحة. معنى بحيرات مالحة دي بتحتوي على تركيز عالي من الاملاح الطبيعية. ليه بقول املاح طبيعية? اصني مشانا اللي رحت دلقت مالح في البحيرة. لا دي املاح طبيعية. هي موجودة سبحان الله ربنا خليها موجودة في البحر. انا مليش دخلي فيها. الاملاحة الطبيعية دي هي هنلاقي اني اه موجودة بنسبة كبيرة جدا في البحيرات. زي مين? زي البحيرات المالحة اللي موجودة في مصر بحيرة المنزلة والبرولوس ومريود والبردويل واتكو. في عندي كمان من بحيرات مالحة موجودة في جيبوتي. زي بحيرة عسل. البحيرة بقى دي شديدة الملوحة. يعني مش مالحة بدرجة عادية لأ. ده لدرجة بصه الملح باين على الشط بتاعها. شايفين البحيرة الملح من كميته? دي شديدة الملوحة. طيب مكان بالملوحة دي هيت. هل هيقدر يعيش في سمك? لأ. ما بتعيش فيه اسماك لانه شديد الملوحة. حتى معظم الحيوانات المائية ما بتقدرش تستحمله. فبيعيش فيه دوب نسبة قليلة جدا من النباتات وانواع مختلفة من البكتيريا اللي بتقدر تتحمل ملوحة المية دي. طيب. تعالوا بقى نخش على النظام التاني اللي هي الانظمة البيئية للمياه العزبة. جيها تنقسم الى البرك والبحيرات العزبة. والمسطحات المائية الجارية. ليه? اصل البرك والبحيرات العزبة مية راقدة ما بتتحركش. لكن المسطحات المائية الجارية من اسمها بتتحرك بتجري. البرك والبحيرات العزبة المية بتتميز ان المية العزبة الراقدة موجودة فيها طول العام. بس فيه برك تانية او بحيرات تانية بنلاقي ان في اشهر الصيف مع الحر الشديد بتجف بعضها. المية بتقلي فيها شوية وبيدى يجب في البحيرات او البرك دي وعشان كده الكائنات الحية اللي بتكون عايشها في اماكن زي كده لازم انها تقدر تتكيف مع الجفاف في فصول الصيف طيب البرك بتعيش فيها كائنات مختلفة زي ايه زي ظهرت اللوتس فاكرينها لما قلنا انها بتعيش في البرك والمستنقعات يعني بتعيش في المية الرقدة عندي كمان بعض الحشرات بتحب تعيش فيه اللبرك ليه او بمعنى اصح بتحب تعيش في الامات اللي فيها مية رقدة ليه عشان تضع البيض بتاعها في المية دي اصلا المية دي ما الرقدة ما بتتحركش فانا هقدر ان الحشرات دي تحطي فيها البيض بتاعها من غير ما المية تاخده والترمي بعيد ليه اصلا لو مية بتتحرك وبتجري هتنقل معها البيض من مكان التاني طب الحشرات دي عايزة تحافز على البيض بتاعها فبتحطوا في مياه راكدة ما بتتحركش عشان مكان ما هتحطه هتلاقيه يبقى الحشرات بتضع بيدها في المياه الراكدة ليه؟ حتى لا تنجرف مع المياه عشان المياه لو بتتحرك زي ما قلت لكم هتبعدها عن المكان اللي فيه الحشرات بتاعتيه تمام يا ولاد؟ طيب كمان فيه بعض الكائنات زي الضفاضع والسلماندر ودي كائنات من البر مائيات دي بتحب تتغزى على الحشرات اللي عايشة في البرك كمان هلاقي في قاع البرك دي بعض الديدان اسمها ديدان العلق ودي ديدان بتحب تتغزى دايما أو تمتص الدماء يعني بتتغزى على دم الكائنات الحية الأخرى من أمثلة البحيرات الموجودة في مصر بحيرة ناصر، بحيرة قارون، وبحيرة وادي الريان طيب تاني نوع عندنا من المياه العزبة أو المسطحات أو الأنظمة البيئية من مياه العزبة هي المسطحات المائية الجارية يعني مية بتتحرك زي الجداول المائية والأنهار ودي تتميز إن ميتها بتكون عزبة وباردة وبتكون جارية يعني بتجري زي ما انتم شايفين في الصورة كده بصوا شايفين المية وزي ما احنا قلنا إن الأنهار بتجي من مكان مرتفع لمكان منخفض ودي بتنمو بيها نباتات مختلفة وبيعيش فيها العديد من الكائنات أو الحيوانات المختلفة زي إيه؟ هنلاقي في الجداول المائية عايش بعض الكائنات زي السلمون المرقط أو السمكة دي بتبقى عليها نقط كده عشان كيها بيسموه السلمون المرقط وسمك السلور أو اللي هو القرموت وجراد البحر كل دي حاجات بتعيش في الجداول المائية كمان على الصخور بتاعة الجداول المائية هتلاقوا لون أخضر هوا شايفينه على الصخور الكبيرة دي في لون أخضر مغطيها دي بعض أنواع من الطحالب اللي منتصقة بالصخور بتاعة الجداول المائية هنلاقي إن الجداول والأنهار دي بتربط بين مسطحات مائية الأخرى زي البحار والمحيطات زي ما احنا قلنا كده لما كنا بتكلم عن المصب وقلت إن النهر بيجي يصب ميته بعد كده في البحر أو في المحيط في منطقة تسمى المصب يبقى هي ربطت نفسها بالبحار والمحيطات آخر حاجة عندنا في الدرس بتاعنا حاجة اسمها مسطحات مائية ملوسة بالبلاستيك عندي علماء اسمهم علماء الهايدرولوجيا هايدرولوجيا يعني علماء هيدرسوا المية هيدرسوا إزاي الغلاف المائي اللي هي المية هتتفاعل مع الأنظمة الأخرى اللي هي الغلاف الأرضي، الغلاف الجوي، الغلاف الحيوي العلماء دول زاد قلقهم جدا جدا بسبب زيادة التلوث خاصة التلوث البلاستيكي اللي موجود في المية بسبب الإنسان وإحنا تكلمنا عن التلوث البلاستيكي في الترم الأولاني لما قلت إن أنا عندي حاجة اسمها جسيمات بلاستيكية دقيقة دي عبارة عن قطع من البلاستيك صغيرة جدا جدا طولها بيقل كمان عن خمسة ملي متر دي حاجة صغيرة جدا طب فاكريني الجسيمات البلاستيكية دي جات إزاي؟ كنا بنقول إن أنا عندي حاجة اسمها مخلفات بلاستيكية اللي هي كياس البلاستيك، مواد التعبئة البلاستيك، الخيوط بتاعت الصيد كل الحاجات دي هيت اسمها مخلفات بلاستيكية المخلفات دي لما بتترمي في المية ويتتعرض للرياح وعشعة الشمس وحركة أمواج البحر بتتكسر لجسيمات أو بتتفكك لجسيمات صغيرة جدا جدا اسمها الجسيمات البلاستيكية الدقيقة بص شايفين إزاي البلاستيك لما ترمت في المية اتعرضت للحرارة وضوء الشمس ولأمواج بتاعت البحر اتكسرت لقطع صغيرة هي دي الجسيمات البلاستيكية الدقيقة ودي أخطر من مخلفات البلاستيكية الكبيرة ليه؟ أصل الجسيمات البلاستيكية الصغيرة دي هنلاقيها هي الكائنات الحية مش تقدر تميز ما بين أكلها الحقيقي وما بين الجسيمات البلاستيكية الموجودة في البحر فيعينيها هتتغزى عليها وهتتضر الأنهار بما إن هي قلنا بتصب في البحار والمحيطات أو بتصل البحار والمحيطات بتتصل قصدي بيها هنلاقي هي الناقل الرئيسي للبلاستيك من البر للمحيطات والبحار هي اللي بتنقل الزبالة البلاستيك دي أو المخلفات البلاستيكية دي من البر من على الأرض اللي احنا بنرمي عليها الزبالة بتاعتنا للمحيطات والبحار وعشان كده بتحتوي المحيطات والبحار على كميات كبيرة من هذه الجسيمات اللي لما هتغزى عليها الكائنات الحية زي السمك وكائنات اللي عايشة في البحر هتسبب لها تسمم مضرر كبير جدا جدا وبعد كده لو جي الإنسان وأكل السمكة المتضررة اللي واكلة أصلا مخلفات بلاستيكية وجسيمات بلاستيكية الإنسان والحيوان كمان هيتضروا يبقى معنى كده أن الجسيمات البلاستيكية دخلت شبكة الغذاء بتاعتنا فاكني الشبكة الغذائية وسلسلة الغذاء كده المخلفات أو الجسيمات البلاستيكية قدرت تدخل في السلسلة الغذائية بتاعتنا والشبكة الغذائية بتاعتنا عن طريق أن الكائنات البحرية اتغزت على الجسيمات البلاستيكية وجي الإنسان بعد كده اتغزى عليها فاتنقلوا الضرر منها تمام يا ولاد طيب لحد هنا خلص المفهوم الاول بتاعنا متهيقل المفهوم كان سهل جدا وبسيط أتمنى نكون فهمنا كويس نذاكر آآ نقرأ الملزمة مرة واحدة انتم محتاجين تقروها مش اكتر من كده وبعدين نحل اسئلة الكتاب بالتوفيق حبايبي واشوفكم في المفهوم التاني المرة الجاية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر